وزير الطاقة يشدد على أن الوضاع تضمن نجاحاً لاجتماعات أوبيك بلس التجارة الخارجية للمملكة تبلغ نحو 320 مليار ريال خلال الربع الأول أهلاً وسهلاً بكم مشاهدين الكرام في نشرة الاقتصادية مفصلة عبر شاشات الإخبارية أوضح الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة أوضح أن الوضاع الآن تضمن نجاحاً لاجتماعات أوبيك بلس مشيراً إلى أن التنسيق جار لعقد اجتماعات أوبيك و أوبيك بلس بعد ظهر الغد أو بعد ظهر الغد ويأتي اجتماع أوبيك وحلفائها غد السبت أو غد السبت لبحث تمديد تخفضات قياسية لإنتاج أوبيك وكانت أوبيك بلس خفضت الامدادات 9 ملايين و700 ألف برميل يومياً خلال مايو ويونيو لدعم الأسعار التي أنهارت بسبب أزمة فيروس كورونا هذا وكان من المقرر تقليص الخفض إلى 7 ملايين و700 ألف برميل من يوليو إلى ديسمبر ارتفعت أسعار النفط اليوم إذ يترقب المتعاملون مؤشرات من اجتماع منتجون أو منتجين كبار للنفط ما إذا كانوا سيمددون تخفضات قياسية للإنتاج وصعدت العقد الآجل لخام برينت 27 سنة أو ما يعادل 17% إلى 40 دولاراً و 26 سنة للبرميل بينما ارتفعت العقد الآجل لخام غرب تيكسيس الوسيطة الأمريكي 17 سنة أو ما يعادل 15% إلى 37 دولاراً و 58 سنة للبرميل عادت أسعار النفط لتسجل ارتفاعات إيجابية في شهر يونيو الحالي متجاوزة 40 دولاراً للبرميل لأول مرتين منذ السادسة من مارس مع جواء إيجابية فيما يخص تمديد اتفاق خفض الإنتاج الذي قادته المملكة في اجتماع أوبيك المقبل التفاصيل في سياق التقرير التالي أشهر كانت كافية لعودة أسعار النفط لمستويات الأربعين دولاراً للبرميل وذلك بعد التراجع الكبير في الأسعار خلال الأربعة أشهر الأولى من هذا العام حيث تعيش الأسواق النفطية حالة من الإيجابية مع ترقب اجتماع أوبيك بلس والذي من المتوقع أن يتم الموافقة على تمديد خفض الإنتاج حيث وصلت أسعار النفط ارتفاعها خلال الشهر الحالي على الرغم من تسجيلها ارتفاعات تاريخية في شهر مايو الماضي بعد أن حقق خام ريمكس أكبر ارتفاع شهري له على الإطلاق أسعار النفط التي بدأت تداولات هذا العام عند مستويات الستين دولار لا زالت تعاني من تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي والتي أضرت بشكل كبير على طلب النفط العالمي بشكل غير مسبوك لكن دور المملكة في قيادة الاتفاق التاريخي أدى إلى تعافل أسواق النفطية بشكل سريع ومع إعادة فتح الاقتصاد في غالبية دول العالم والالتزام الكبير من قبل المنتجين بتخفيض الانتاج بالاتفاق الأخير فإن المؤشرات الإيجابية تسيطر على المشهد مع توقعات بتمديد خفض الانتاج بواقع 9 ملايين و700 ألف برميل يوميا أي نحو 10% من الانتاج العالمي إلى يوليو أو أغسطس وهو ما يعطي إشارات إيجابية قد تدفع بالأسعار بالاقتراب أكثر إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا خصوصا وأن الاقتصاد الصيني استعاد قرابة 90% من نشاطه قبل الأزمة وللحديث أكثر عن عقد اجتماع أوبيك بلس غدا ومستجدات الأسعار النفطية ينضموا معي من جدة عبر سكايب الدكتور محمد الصبان المستشار الاقتصادي والنفطي الدولي أهلا وسأل بك معنا في هذه النشرة بداية دكتور محمد دعنا نتحدث عن تصريح الأمير عبد العزيز بن سلمان على أن الأوضاع تضمن نجاحا لاجتماعات أوبيك بلس هل يتحدث عن التزام الدول بمزيد من الخفض أو ماذا برأيك بالله الرحمن الرحيم في الواقع أن تصريح الأمير عبد العزيز بن سلمان اليوم قد لقى إيجابا كبيرا في الأسواق الأسعار ربما لم تتابعونها الآن قد فاقت مستوى 42 دولار للبرميل وهذا أكبر مستوى منذ ثلاثة أشهر فنبارك للأمير عبد العزيز نبارك للمملكة العربية السعودية نبارك للقيادة هذا الإجاز الكبير لمنظمة أوبيك بلس تحالف أوبيك بلس في الواقع الاجتماع أتى بعد أن كان مقررا له يوم الخميس الماضي حيث لم يتم يوم الخميس نتيجة لإصرار المملكة العربية السعودية وروسيا والمملكة العربية السعودية بصورة أساسية هي القائد الفعلي الآن لتحالف أوبيك بلس إصرارها على أن لا يكون هناك تجاوزات من قبل الدول المنظمة لتحالف أوبيك بلس بلس وما لم يكن هناك تعهد من هذه الدول بأنها تلتزم بتخفيضاتها ليس فقط تلتزم وإنما تعوض عدم التزامها في الأشهر القادمة فلا جدوى للتمديد وانتظرت المملكة وروسيا إلى أن حصلتها على تعهد من هذه الدول هناك أكثر من ثلاثة دول لا تلتزم بالاتفاق بأنها سوف تلتزم وسوف تعوض الالتزام أو نقص الالتزام في الأشهر القادمة وهذا ما يضمن نجاح الاجتماع غدا اجتماع غدا سيبدأ باجتماع لمنظمة أوبيك ومن ثم يليه اجتماع لتحالف أوبيك بلس بلس أنا أتصور أنه بقيادة الأمير عبد العزيز بن سلمان وقيادة المملكة لهذه الاجتماعات قد حققنا الكثير والكثير من كان يتصور أنه في خلال شهر أو أقل من شهر من الاتفاق السابق أن تقفز الأسعار إلى فوق 40 دولار للبرميل هذا إنجاز كبير يحسب للمملكة العربية السعودية وقيادتها نعم دكتور محمد المملكة دائما متزعمة مشهد الطاقة بيعطى مصالح الجميع أولوية ولا تبحث عن مصلحتها فقط هل نجحت المملكة في عودة استقرار السوق؟ المملكة العربية السعودية نجحت بامتياز صحيح أنها لعبت مع المنتجين الآخرين لعبة الصدمات يوم الخميس عندما ذكرت بأنه ليس هناك اجتماع طالما أنه هناك عدم التزام فتخوف الجميع وعادوا للمملكة وذكروا بأننا سنلتزم أكثر في الأشهر القادمة وهذا مطمئن معنى هذا أنهم يعطون احتراما كبيرا للمملكة وكلمتها في تحقيق استقرار الأسواق وشاهدوا بأم عينيهم بأم عينهم بأن الأسعار قد تحسنت وتحسنت بشكل كبير هذه نقطة النقطة الثانية أن المملكة قد زادت في تخفيضاتها عن ما التزمت به في السابق بمليون برميل الآن تجد مع تحسن الأسعار قد لا تحتاج إلى أن تخفض طوعيا مزيدا من النفط إضافة إلى ما التزمت به في السابق إجباريا ليس إجباريا إنما في إطار تحالف أوبيك بلس ولذلك قد ينتج الاتفاق غدا بأن يعفي دول الخليج عن الزيادات الإضافية التي وضعتها في الأسواق نتيجة أو أسحبتها من الأسواق نتيجة لربتها في تسريع التحسن في أسواق النفط نعم دكتور محمد عادت أسعار النفط إلى أكثر من أربعين دولارا بعد الأخبار الإيجابية عن الاجتماع هل نتوقع بعد الاجتماع إذا تم فيها الاتفاق على الالتزام أن نشهد أسعارا أكثر إيجابية؟ أنا أتوقع كما ذكرت في لقاءات سابقة معكم ومع كثير من القنوات التلفزيونية الأخرى أن منحنى الأسعار هو الآن منحنى تصاعد بمعنى آخر أن الأسعار وإن كانت تتحسن ببطء لكنها في طريقها إلى مستويات أعلى من 42 دولار بإذن الله شريطة أن يكون هناك اتزام جاد وتام من جميع دول تحالف أوبيك بلس وأيضا من الدول الأخرى التي انضمت فيه طوعيا للاتفاق مثل الولايات المتحدة وكندا والبرازيل والنرويج وغيرها أنا أتصور هذه نقطة مهمة وأيضا الأوضاع في أمريكا إذا تحسن أرى أن الاحتجاجات الأمريكية في أمريكا قد خفت حدتها وهذا يساعد على إبراز نوع من الهدوء وتحريك الطلب الأمريكي والاقتصاد الأمريكي ورأينا اليوم أرقام البطالة في الولايات المتحدة تنخفض وزاد عدد الإضافة للعمالة بأكثر من 2.5 مليون عامل وهذه علامات ومؤشرات جيدة أيضا هدأ الوضع مع الصيل إلى حد ما وأرجو أن يهدأ أكثر حتى نبتعد عن شبح الرسوم الجمهورية الإضافية والتي تضر بالاقتصاد العالمي وتضر بأسعار النفط نحن في مسار صحيح الأوبك السائرة نحو تحقيق أهدافها بقيادة المملكة العربية السعودية أنا أركز هنا لو لا المملكة العربية السعودية ودورها الفعال ودور الأمير عبد العزيز بن سلمان الفعال في هذه المرحلة لما وصلت الأسعار ولا ما وصل الاستقرار أسواق النفط إلى ما هي عليه الآن نعم أشكرك كان معنا عبر السكايب الدكتور محمد صبان شكرا جزيلا لك بلغت التجارة الخارجية السلعية المملكة خلال الربيع الأول من العام الجاري 2020 نحو 319 مليار و 500 مليون ريال مقابل 379 مليار و 200 مليون ريال في الفترة ذاتها من عام 2019 مسجلة تراجعا بنسبة 15 و 17% بما يعادل نحو 59 مليار و 600 مليون ريال وتراجعت الصادرات السلعية 20 و 17% بما يعادل 51 مليار و 700 مليون ريال لتبلغ 197 مليون ريال فيما كانت نحو 247 مليون ريال فيما تراجعت الوردات السلعية المرخصة أصولا مالية بـ 481 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الحالي من جهة أخرى أظهرت بينات السوق المالية السعودية تداول أظهرت أن مؤشر السوق الرئيسية تاسي حقق ارتفاعا قدره 1 و 14% خلال تداولات مايو الماضي فيما بلغ مجموع القيمة السوقية للأسم المدرجة 8 تريليونات و 320 مليار ريال بنهاية هذه الفترة بارتفاع نسبته 24% مقارنة بشهر أبريل الماضي ارتفعت حجم التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من المصارف إلى 7 مليار و 580 مليون ريال خلال شهر أبريل الماضي بزيادة قدرها 26% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019 ومقارنة بشهر مارس 2020 انخفضت قيمة التمويل بنحو 3 مليارات و 140 مليون ريال ووفقا للبيانات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي سامة فقد بلغ اجمالي العقود التي تم إبرامها بين المصارف والأفراد خلال شهر أبريل الماضي نحو 17 657 عقدا بزيادة قدرها 29% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019 يواجه قطاع الطيران العالمي أو عالميا بسبب انتشار فيروس كورونا خسائر كبيرة نتيجة التوقف التام منذ أشهر لحركة الطيران محليا ودوليا وهو ما أثر بشكل كبير على معظم شركات الطيران الحكومية والخاصة وأكبدها خسائر خلال الربع الأول من هذه السنة وجه فيروس كورونا المستجد ضربة قزية إلى صناعة الطيران بمجملها التي تأثرت بتتبير الاحتواء المفروض على مليارات الأشخاص حول العالم وهو ما وضع خمسين مليون وظيفة في مجال السفر والسياحة على المحكة ودفع المئات من شركات الطيران من بينها طيران الإمارات والخطوط الكويتية إلى تقليص الوظائف وخفض الرواتب الأساسية مؤقتا بين 25 و50% نتيجة تدبير الوقائية منذ 15 شهر سوف تكون شركات الطيران العاملة في دولة الإمارات وكذلك أيضا في دولة الكويت قد دخلت حيز التنفيذ لأنه بالفعل هذا الإغلاق أثر تأثير كبير جدا على القطاع الطيران كما نعرف أن طيران الإمارات سوف يبدأ الطيران ومن ثم المناطق التي كانت يصل إليها منذ بداية يوليو وحسب تقارير استشرافية لمنظمة الطيران المدنية الدولية والاتحاد الدولي لنقل الجوي آياتا فإن حركة نقل المسافرين ستفقد نحو 1.2 مليار مسافر هذه السنة وهو ما سيكبر شركات الطيران العالمية قرابة 314 مليار دولار من الإرادات في عام 2020 في حين ستتراجح حركة النقل الجوية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 51% وعائدات شركات الطيران في المنطقة ستكون أقل بـ 24.5 مليار دولار من 2019 القطاع الطيران تأثر كثيرا جدا وبالفعل قامت حكومة دبي بدخ حوالي 15 مليار دولار في داخل رأس مال الطيران الإمارات أنه بالفعل أصبح هناك الموارد المالية التي كانت تأتي من الطيران ومن التشغيل ومن التشغيل انخفاض انخفاض كبير جدا لا يقل عن حوالي منذ بداية الأزمة لغاية الآن أقل من حوالي 65 إلى 70% انخفاض الإرادات الطيران قطاع الطيران عالميا تتراكم عليه ديون تقدر بـ 550 مليار دولار في أفضل الأحوال مع سيناريو استمرار القيود المشددة للسفر لمدة ثلاثة أشهر أخرى سيساهم بمبلغ 66 مليار دولار فقط هذا العام في الناتج المحلي حسب آياته هذا مع رفع تدرجي للقيود في الأسواق المحلية والدولية لذلك القطاع سيحتاج إلى دعم مالي مباشر من الحكومات وإعفاءات ضربية للخروج من الأزمة لقناة الإخبارية عبدالطيب خوش أبوظبي ارتفعت الأسواق الأمريكية اليوم بقوة عند الافتتاع بعد تقرير سوق العمل المخالف للتوقعات إذ ارتفعت الوظائف بأكثر من مليونين عوضا عن الهبوط بـ 8 ملايين حيث ارتفع مؤشر داوجونز بأكثر من 700 نقطة ليصل لارتفاع ثلاث شهور عند 26 نقطة و954 نقطة وارتفع S&P 500 بنسبة 20 و 10% ونسداك المركب بنسبة 1 و 14% تجاوز عدد العمال الأمريكيين الذين تم تسريحهم وقتا على الأقل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد 42 مليون مع انضمام مليون و 870 ألف شخص الأسبوع الماضي إلى طالب إعانات البطالة وفق وزارة العمل وأظهر تقرير وزارة العمل في مايو الماضي أظهر أن جميع قطاعات الاقتصاد شهدت تراجعا حيث فقد قطاعي الترفي والفندق 7 ملايين و 700 ألف وظيفة وقلص أرباب العمل في التعليم والخدمات الصحية بمليونين و 500 ألف وظيفة في حين أن تجار التجزئ تقلوا عن مليونين و 100 ألف وظيفة انخفضت طلبيات التوريد الصناعية الألمانية بنسبة 25 و 18% في إبريل الماضي وأظهرت بينات رسمية أن الطلبيات المحلية انخفضت بنسبة 22 أو 23% بينما نزلت الطلبيات من الخارج بنسبة 28 و 10% في حين قال البنك المركزي الألماني أن الاقتصاد سينكمش بشكل كبير هذا العام وربما يحتاج إلى عامين لتعويض ما خسره إلى العنامين وزير الطاقة يشدد على أن الوضاع تضمن نجاحا لإجتماعات أوبيك بلس التجارة الخارجية للمملكة تبلغ نحو 320 مليار ريال خلال الربيل الأول في الختام أتمنى السلام دائما للجميع دمتم في رعاية الله وحفظ إلى اللقاء